وبنسبة هذا الكلام الطيب الاميل ربنا يسعدك ويحفظك ويرفع قدرك في البنية والآخرة أنا نظرت نفسي لله تعالى يعني هي نظرت نفسي لله تعالى يعني أنا أعمل عند الله عز وجل يعني إيه بأعمل عند الله عز وجل يعني أنا خادم لهؤلاء الناس فلا هناك داعي للتكبر كلنا هنموت وهنترمي تحت التراب كلنا هنموت مش هيقول والله لا ده أنا كنت دكتور لا نحطه دفن في مكان مختلف ده والله ده أنت كنت مهندس لا كل الوزير والغفير في نفس الأرضية بيترمي وما فيش وساطة في الأرض يعني كلها أرض وهي نفس الأرض هنا هيجي ناس كبيرة هتفنوه ده هتجي شوية ناس صغيرين هتفنوه لكن في الآخر المخاصلة في الدفن واحدة علشان كده لا هنا ليس داعي يعني لا يوجد داعي للتكبر نأسى الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالص الدموع هبطل من عيني بكلامك الدموع هبطل من عيني والله ربنا يخليك ربنا سبحان الله سبحان الله كان الكريمات حلوين إنسان طيب إنسان يعمل مع الله تعالى تعطي النصاح لإنسان تمشي الطبيب تعطيه ثمانين جيني ولا ست سبعين جيني ولا أكتير كان الناس الفقراء ما عندهمش أي حاجة ولكن إنسان طيب لتقول هذه المهمة ربي يعطيك الخير ربي رزقه وأنا إن شاء الله تعالى زي مولتلك كده طول في جميع أوقاتي في جميع لحظاتي لوجه الله تعالى نحن نعمل يعني نحن نقول دائما في سبيل الله كمنا نبتغي رفع اللواء لا لدنيا قد عملنا نحن للدين الفداء فليعود الدين مجده فليعود الدين عزه أو ترك منا الدماء أو ترك منا الدماء أنا طبيب يبنى دوري إن أنا أوعي الناس بما هو عندي قد تكون أنت مثلا زابط مثلا فأنت دورك من تحمل أرض اللي أنت موجود عليها قد يكون واحد تاني هو دوره فإحنا كمسلمين بنخدم في المكان اللي إحنا موجودين فيه لوجه الله تعالى علشان كده مثلا ليكن بقول يعني بشكل بقول بشكل مستمر لكل الناس يعني يعني الحياة قصيرة في لحظات ستختفق لو سألتك مثلا عشت كم سنة هتقول لي والله ده أنا عشت تلاتين سنة أنا عشت تربين سنة حسيت بكم سنة كم سنة حسيت بيها هيقولك والله ده عدد بسرعة عدد في لحظات ليه عدد في لحظات لإن هي الحياة قصيرة فلن يتبقى لك أن أنت تكون سبب في تغيير حياة إنسان للأفضل لن يتبقى لك أن أنت تكون سبب في تغيير حياة 180 درجة وحتى لو ما قالش الله عز وجل لن ينسى لو في واحد لم يرد الشكر ليك ما تزعلش لأن أنت هتزعل عليه الله عز وجل لن ينسى كل إن كل يعني كل شيء مكتوب عند الله عز وجل يعني يعني أنت صراحة أنا صراحة حبيتك ما شاء الله يعني عليك يعني حتة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ما لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ما لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم في حيث أن أنت تشعر بالناس وأن أنت تشوف لكن توزعلان لغيرك ما تكسبش أو كده وأن أنت تحب الخير اللي هو جالك يجي لكل الناس فده يعني ما يخرجش إلا من قلب شخص طيب نقي يعني أنا صراحة فأسأل الله عز وجل يعني أن يجعلك دائما للناس وللناس يعني وإنت النهاردة ممكن تكون شخص عادي بكرة بكرة أنا بقول لك هو هتبقى شخص كبير هتتذكر أنت سعي تبقى تتذكر هؤلاء الناس إن شاء الله تعالى يعني اتشاهد من الموضوع اللي أنا عايز أقوله لك الحياة ممكن حياتي حاليا تبقى صعبة أو حياتك تكون صعبة في الوقت الحالي لكن وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم ستكون فيه غني ويوم ستكون فيه فقير الحياة فيه قصيرة سواء كنت غنيا أو فقيرا الحياة قصيرة وحتى اسم الدنيا من الدنيا أو من يعني أن إحنا بنتمسك بشيء دني في هذه الحياة ونترك يعني الجنة نترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم نترك أبو بكر نترك سيدنا أبو بكر نترك سيدنا عمر نترك سيدنا يعني هؤلاء الذين يعني يعني النفس السلام قال طبعا النفس السلام اللي احنا حلالا هو جه دلوقتي وخبط على بابنا لو ييجا كده وخبط على الباب عندنا إيه اللي هيحصل لو نفس السلام خبط على بابك دلوقتي وانت هتطلع دلوقتي هل انت مستعد للقاء النفس السلام موضوع يبقى صعب يبقى صعب جدا لأن احنا بالفعل في حاجات بنهمل في حق الله عز وجل انا اول واحد مش انت بس كلنا بلا استثناء نهمل في حق الله عز وجل هل بالفعل ما نلتقي مع نبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هنقول له احنا هنقول له يا رسول الله احنا مشينا على الخط وعلى الطريق اللي انت رسمته لينا واحنا عما مشينا وما أصرناش ولا هنبقى مكسوفين منه يوم الدين يعني فهي الفكرة فبالفعل نحن نحتاج ان احنا نراجع نفسنا ونحتاج ان احنا مثلا وليكن نبص لنفسنا ونقول يا رب يا رب انت قادر في لحظات يعني يعني ان تغير حالانا النفس السلام اللي هو افضل خير افضل الخلق كان يقول اللهم يوم ثبت القلوب ثبت قلبي على دينك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقول اللهم يوم ثبت القلوب ثبت قلبي على دينك فنحن اولى من ان ندعو بهذا الدعاء اللهم يوم ثبت القلوب يثبت قلوبنا على دينك اللهم وهكذا محتاجين ان احنا ندعو بالثبات تاني حاجة احنا بنعمل لله عز وجل كسبنا مكسبناش انا بالنسبة لي انا ما اعرفش انا بالكده كنت في برنامج تاني اسمه ميكو والله ما كسبتش خالص سبع شهور بشكل متواصل اه يعني اه مش كل يوم طبعا بس في الاوقات زي ما انا افضل دلوقتي مسلا في كل الاوقات اللي انا افضل فيها بفتح ففي كل الاوقات اللي انا بفتح فيها بفجد الناس انا مش هدف كده انا هدف ان واحد حياته تتغير ويكون سبب في تغيير حياة ناس ما هو اما واحد حياته تتغير يعني انا انا يهمني ان انا نشر الوعي ويهمني انا مسلا وليكن على اليوتيوب بنزل المقاطع الفيديو بتاعتي يعني مسلا دلوقتي كل المقاطع اللي انا بطلع فيها مع الناس او كده بسجل كل المقاطع وبناخد منها الحاجات المؤسرة او الاشياء ومنزلها على اليوتيوب بهدف ان احنا نفيد اكبر عدد من الناس يعني لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت على اليوتيوب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك احاديث كثيرة بهذا المعنى الهداية ليست فقط في الدين الهداية انا كطبيق تغذية افيد الناس بالتغذية انت مثلا يكون شخص موجود في مكان معين تعمل فيه حالتك شغالي مثلا حالتك فيه شغل معين اي عمل تعمله الان يعني سائق بواب كل اي حاجة في البيت حالتك مثلا كسائق عملك كسائق فقط لا انت وانت موجود في وسط الناس بتتحرك في وسط الناس لازم تبنموذج للإسلام التجارة انتشر المسلمين بسبب التجار المسلمين لم يدعوا الناس الى دين الاسلامي نهائي ولا كلمة لكن كانوا نمازج للإسلام حقيقية تسير على الارض ففكرة انت سائق انت نموذج للإسلام في المكان اللي انت فيه الله عز وجل خلقك حتى تكون هذا النموذج اه والله ده نموذج للإسلام وبعد كده ممكن والناس ما تكونش تعرف الإسلام تشوفك بتصلي هو بيعمل ايه لا ده مسلم اه والله ده ناخدت منه بتاعه وطلع صادق وكل ناس كذبين لا ده ده دينه ده فيه حاجة نازم اسأله على هذا دي فيبدأ يسألك فيقولك الإسلام فهو يبدأ يبحث عن الإسلام فيجد عظمة الإسلام فيزرع الله عز وجل الإسلام بسببك في قلبه فتنال سوابنا الله عز وجل عشان من الموضوع من الشرطين من الشرطين انت يكون عندك شكرا 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 ززيلا وشكر ربي ززيك ربعتك لقد تمنا والله لكلامك حلو قامل جدا والله إلا أنا كل مرة نطلع معاك حبيبي نطلع معاك كتير ونسمعاك وتسمعني والله إلا إنسان هاتش اللي نقلب عليه أنا نقلب نكون الناس طيبين ندعو الناس لنكون مجتمع حلو نكون إخوات نكون إخوات كتير نتعاون بنتنا ما نتعاونش على العدوان نتعاون بالخير أي حد يحتاج نحن معاه أي حاجة يحتاج يكون إنسان عمالية يكون إنسان مريض كل أي حاجة ولكن يكون التقوى يكون الإيمان كل خير كل إنسان طيب عمل في قلب من عمله خيرا سعى الله خيرا ربه هو اللي يجزي الخير ما الدنيا؟ لا تسوي شيئا دنيا لا تسوي شيئا إنسان طاهر كن طيب كن خلق كن إنسان طريق مستقيم هو طريق مستقيم سلي صلواته نستطيع أن نرخص الذي قلته في دينك دينك لحنك دمك دينك دينك لحنك دمك دينك دا تتعامل مع الناس من حسنك دينك دا أن أنت تكون تضيبتك ما تتخلش على الناس بالمعلومة دينك دا أن أنت وإنت ماشي في الشارع تكون نموذة اللي يحتزى بيك دينك دا أنت في بيت صاحبك ما تخلش الأمانة وترك النظرات على أهل بيتك دينك دا أن أنت متخلو بنفسك تبعد عن كل الأشياء اللي ممكن تجعلك تفعل المعاصف